اشتركوا في القناة السيد هاشم خليل بلقب مسابقة تيكن ايت في النسخة الاولى لمنافسات بطولة الدور الخليجي للرياضات الالكترونية والذي تحتضنه الرياضة كما هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة إلى أن هذا الانجاز التاريخي جاء نتيجة للرعاية الفائقة التي وليها جلالة الملك المعظم للحركة الرياضية ودعم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وهو مساهم في توفير البيئة المثلة لتحقيق هذا الانجاز الجديد أشهد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعب مؤكدا أن تفانيه وعزيمته كانت العامل الحاسم في تحقيق هذا الفوز كما نوها سموه بدور اتحاد الرياضات الالكترونية في تنظيم وإعداد المنتخب للمشاركة في هذا الدور والعمل الدؤوم من أجل رفع اسم البحرين عاليا في المحافل الدولية مؤكدا سموه على أن هذا الانجاز يمثل دفعة قوية لمواصلة العامل الجاد والمثابرة لتحقيق المزيد من الانجازات والنجاحات في المستقبل هذا وقد استطاع اللاعب السيد هاشم أحمد خليل من الفوز في المباريات النهائية ضد المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وفوزه في المباريات النهائية ضد الإمارات العربية المتحدة ثلاثة دون مقابل وسط مشاركة تسعة ملاعبين من دول الخليج من مجموع تسعة أندية ومنتخبات وطنية بهذا الانجاز يضمن المنتخب البحرني للألعاب الإلكترونية مقعده في كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي ستقام في مدينة الرياض بمجموع جوائز أكثر من ستين مليون دولار أمريكي اشتركوا في القناة